السودان لم يقف متفرجاً أمام قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي ألزمه بدفع تعويضات مالية كبيرة لضحايا تفجيرات سفارتين للولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا قد تقوض تحركاته في الانفتاح على العالم وتؤخر رفع اسمه من قائمة الإرهاب مساع الخرطوم حملت بعد 24 ساعة أنباء مطمئنة للسودانيين بعد إعلان مسؤول بالخارجية الأمريكية عن إجراء مفاوضات مكثفة بين الولايات المتحدة والسودان قد تفضي إلى تفاهم مشترك بشأن تعويضات لضحايا الإرهاب المتعلقة بدعاوى قضائية لضحايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين عام 98 والتي تصل إلى نحو ثمانية مليارات دولار لا تقوى عليها خزينة الخرطوم التحركات السودانية الأمريكية والتي تأتي ضمن تعهدات واشنطن في الوقوف مع الخرطوم لبدء مرحلة جديدة رافقتها أخرى على مستوى الكونغرس حيث أوضح أحد مساعدي أعضاء الكونغرس أن ضحايا التفجيرات سيحصلون على أكثر من 300 مليون دولار وفي حال توجد المساعد دبلوماسية بالنجاح فربما سيتنفس السودان السعداء وستغير المحكمة الأمريكية العليا موقفها من قيمة التعويضات بعد التوصل إلى تسوية مرضية جاسم محسن العربية